سألت عن أشياء في الصلاة منها تقول هل نقول يعني التشهد الأخير في الرواتب وأيضا هل نقول رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين في الرواتب أم هشام من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لي صلاة النافلة كالفريضة فالنافلة كالفريضة إلا ما خصه الدهيل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر في صلاة الراتبة على التشهد الأول فقط بل يثبت عنه في الأحاديث الصحيحة التي رواها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنه كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الرواتب كلها يأتي بالتشهد الأخير صلى الله عليه وسلم ولهذا أخت الفاضلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فالرواتب كالفرائض الرواتب والسنن كالفرائض إلا ما خصه الدليل ما خصه الدليل ما هو الجلوس في الراتبة يجوز بخلاف الفريضة للقادر فالشخص قادر على القيام في الراتبة صلى جالسا يجوز فالفريضة لا نقول تبطل الصلاة ما دام أنه قادر على القيام عنده قدر على القيام هذا خصه الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يعني في النفل يعني في النفل ما خصه الدليل جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها ولو لغير سبب الفريضة لا ولا تبطل أعمالكم وهذه وإن كان فيها خلاف لكن يجوز قطع النافلة بعد الشروع بها لأن المتطوع أمير نفسه سواء في الصلاة في الصيام في الصدقة ما دام أنه يعني في مثل هذه الأشياء فلذلك بارك الله فيك نعم أيضا قول رب اغفر لي في النافلة مثل الفريضة بين السجدة رب اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني بارك الله فيك